موسيقى مشاهدينا جهود حثيثة يقوم بها مركز جودة وسلامة الغذاء في السلطنة في شأن تأمين أيضا الغذاء وسلامة بالسلطنة نطلع اليوم للحديث عن هذا الموضوع برفقة ضيفتنا الكريمة نرحب باسمكم مشاهدينا بالدكتورة انتصار بن سالم الغريبية مدير دائرة تطوير نظم سلامة الغذاء بمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه مساك الله بالخير دكتورة وحياك الله في برنامج مساك النور أستاذة بيان أهلا وسهلا فيك الله يخليك نبدأ نعرف المشاهد الكريم بالمركز وأهم اختصاصاته طبعا المركز سلامة وجود الغذاء انشأ بالمرسوم السلطاني رقم 24 ل2019 يتكون المركز من خمس دوائر وهي مركز ضبط جودة الأسماك المختبر المركزي لسلامة الغذاء دائرة المواصفات الغذائية دائرة تقييم المخاطر وإدارة الأزمات الغذائية ودائرة تطوير نظم سلامة الغذاء أهم اختصاصات التي هي في المركز هو تطبيق وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بسلامة الغذاء وأيضا تطبيق قانون سلامة الغذاء بموجب المرسوم السلطاني اللي هو رقم 84 على 2008 واللائحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري اللي هو رقم 2 على 2020 طبعا يعمل على وضع اللوائح والتشريعات المتعلقة بالمواصفات لضمان سلامة هذه الغذية وفق الممارسات أو المواصفات الدولية طبعا يعمل على التفتيش والرقابة في المنافذ الحدودية البرية أو الجوية أو البحرية طبعا يقوم على تحليل الاختبارات على التحاليل المخبرية ويعمل على البحوث والدراسات ويضع آليات واشتراطات لتطبيق أنظمة في المنشآت الغذائية نعم أيضا كما نتابع بأن المركز يقوم بدراسات عديدة في هذا الإطار لو نتحدث دكتورة عن أهم هذه الدراسات التي قمتم بها صحيح المركز دائما يعمل على البحوث والدراسات طبعا من أهم الدراسات التي انجزت خلال العام 2022 أو التي كانت أبرزها وحكمت في دوريات محكمة منها وهو تقييم فترة صلاحية الحليب المبستر في سلطنة عمان أسباب هزال بعض الأسماك العمانية وأيضا التلوث الإشعاعي في شواطئ سلطنة عمان جميل أيضا في جانب آخر دكتورة هناك دور لكم مشهود فيما يتعلق بالأغذية المستوردة لو نتحدث عن هذا الإطار طبعا هناك تكون موجودة منظومة متكاملة في مجال الأغذية المستوردة بأنها تكون لما تدخل على المنافذ الحدودية توجد أقسام مختصة لهو قسم الحجر وسلامة الغذاء طبعا هذا القسم يكون به مختصين من سلامة الغذاء من الحجر الزراعي من الحجر البيطري جميع الإرساليات المستوردة تأتي مع شهادات صحية ويتم التأكد من هذه الشهادات ويتم أخذ عينات ممثلة من جميع هذه الإرساليات وأخذها إلى المختبرات المختبرات على سبيل المركز المختبر المركزي لسلامة الغذاء أو مختبر مركز ضوقة الأسماء أو المختبرات الأخرى مثل المختبرات الصحة النباتية أو الصحة الحيوانية للتأكد من سلامة هذه الأغذية قبل دخولها إلى السلطنة نتساءل أيضا دكتورة حول البلاغات التي تردتكم نوحية هذه البلاغات وهل فعل هناك أيضا بلاغات حول الأغذية وسلامتها في السلطنة؟ صحيح طبعا تردنا هذه البلاغات عن طريق المنظمات الدولية أو عن طريق الإنظار الخريجي السريع أول ما يردنا هذا البلاغ إلى المركز يجب أن نتحقق من صحة هذا البلاغ لأنه بعض الأحيان تكون فيه إشاعات في هذه البلاغات فنأخذها من المصادر الموثوقة منها في حال تأكدنا من صحة هذا البلاغ نعمل على التحقق منه نقوم بجمع عينات إذا وقد المنتج نقوم بجمع هذه العينات ونأخذها إلى المختبرات المعنية بالتحليل هذه الأغذية ونحلل هذه العينات في حالة تمت مطابقتها يتم الإفراج عن هذه الأغذية أما في حالة عدم مطابقتها نقوم بعمل عينات تأكيدية أخرى غيرها وإذا أيضا رسبت العينات التأكيدية نقوم بالتعميم على جميع المحافظات طبعا بالتعاون مع الجهات المعنية فيها وتوجد عندنا نقاط اتصال ونشكرهم على الجهود المبذولة مع المركز فتتم هذه نقاط الاتصال بعمليات التفتيش في جميع المحافظات على مستوى السلطنة ويتم اتخاذ الإقراءات اللازمة حيال هذه المنتقات من أبرز ما قدموا المركز في هذا وهو إعداد دليل المخاطر الغذائية هذا الدليل طبعا يهدف إلى عملية التقصي وتقييم هذه المخاطر وتصنيف هذه الحوادث الغذائية على مستويات مختلفة وعمل على منهجيات للتنفيذ والأدوار المنوطة بكل جهة تكون فيها طبعا وردنا هذا العام ما يقارب 118 بلاغ كانت عبارة عن 78 بلاغ من دول الخليج وعندنا 40 بلاغ تصدر من سلطنة عمان عن طريق المنافذ الحدودية طيب أيضا في جانب متعلق بالمنشآت بشكل عام منشآت الغذائية والمصانع الاشتراطات العامة يجب توفرها في هذه المنشآت طبعا يعمل المركز لأحد الاشتراطات الصحية رقم 29 على 2019 وعندنا نظم إدارة سلامة الغذاء طبعا يعمل المركز على أن يتحقق أن هل هذه وجدت في هذه المصانع الغذائية ويعمل المصنع على تأهيل العاملين في هذه المنشآت الغذائية بعمل الورش والبرامج التدريبية لهم عن طريق للوصول لأفضل الممارسات الصحية في هذه المصانع ويعمل على وفق أسس منهجية لتقييم المخاطر وتحديد نقاط الحرجة في هذه المصانع وأخذ هذه الملاحظات والعمل على تأهيلها وتحسين هذه الفرص لتكون توصل لأفضل الممارسات الصحية على مستوى هذه المنشآت يعني جهود كبيرة يقوم بها المركز في هذا السياق في السلطنة نتحدث عن أبرز هذه الجهود دكتورة طبعا من أبرز اللي هي عندنا أكيد صدرت منها قرارات الوزارية مثل اللي هو قرار منع زيوت المهدرقية جزئيا عندنا حضر اللي هو ثاني أكسيدي تيتانيوم عندنا بعض الأدلة إن شاء الله على القريب العاجل اللي راح تصدر كثير من الأدلة في مجال الغذاء عندنا اللي هو مؤتمر عمان لسلامة الغذاء إن شاء الله هذه السنة راح نعلن عنه قريبا متى سيقوم المؤتمر هذه تقريبا ما أبرز يعني والجانب التوعوي أيضا يعني وين موقع من عمل المركز هو جانب مهم صحيح صحيح كلام بالنسبة للجامة التوعوي هو اللي هو عندنا من حين عن طريق برنامج جلقاء عمان الحين ممكن أنشر اللي عندنا في حسابنا في تويتر اللي هو مركز سلامة وجود الغذاء جميع الأشياء بما تتعلق سواء توعوية أو بما يتعلق بالغذاء حتى عن طريق البلاغات أو التحقق منها تتم نشرها في حسابنا في المركز فمن هذا المنبر أنصح جميع المشاهدين أنه ممكن يتابعونا عن طريق حسابنا في تويتر يعني جميعا ونعمل أيضا حملات توعوية بعض الأحيان نغزي المدارس تثقيفية عملها نغزي مصانع المنشآت الغذائية لعمل الورش والبرامج التدريبية على هذا الجانب نعم وبالنسبة للبلاغات من المواطنين هل هناك أيضا استقبال نوحية هذه البلاغات طبعا تردنا كثير بلاغات أما عن طريق حسابنا في تويتر أو عن طريق الحضور شخصيا إلى المركز ويتم التعامل معها وفق الآلية المتابعة إلى المركز فتوجد عندنا أصلا دليل للمسارات العينات الغير مطابقة هذه ونأخذ فيها الإقراءات بحين تتخذ المسارات وطبعا ما ننسى جهود المحافظات في هذا المجال في أي بلاغ ممكن نوجه إلى المحافظة تبدأ بعملية الإجراءات التي هي التحقق والتقص من هذه المنتقات ونمشي بنفس الآلية التي ذكرتها سابقا في عملية التقص عن هذه البلاغات كل التوفيق لكم دكتور أيضا في تحقيق الأهداف المنشودة من وجود هذا المركز وهذا مركز مهم بدون أدنى شك العمانيين أيضا في هذا المركز والكوادر العمانية كيف تعملوا تطويرهم خاصة من يعملون في المختبرات طبعا ما يعملوا في المختبر نعملهم دائما دورات تدريبية وبأنه ما أحدث إلى ما وصلت إليه في عمليات التحاليل يشاركوا فيها سواء محليا أو دوليا وطبعا عندنا المركز 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 حاصل على شهادة الآيزو اللي هي 177025 فهذا هو حقق معايير متطلبات الجودة العالية فهذا ممكن أن أي حد لما يحلل عندنا العينات ممكن يصدر بالشهادة ماتنا معتمدة دوليا تمام وماذا حرسكم على استقطاب أحدث الأجهزة في فحص جودة وسلامة الأغذية في السلطن؟ طبعا المختبر دائما يتابع ما هي أحدث الأجهزة في التحاليل المخبرية ودائما على التطلع وتواصل مع الدول والمنظمات الخارجية ويعمل على تحديث الأجهزة وطبعا المركز موجود فيه من أفهم الأجهزة أو أحدث الإصدارات لهذه الأجهزة التي يعمل عليها جميل كل توفيق لكم دكتورة شكرا لك حضورك الليلة في برنامج من عمان دكتورة انتصار بن سالم الغريبية مديرة دائرة تطوير نظم سلامة الغذاء بمركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية موارد المياه سعدنا جدا بك في برنامج من عمان وانا سعدت أكثر وشكرا جزيلا على هذه المساحة لإعطاء مركز سلامة وجودة الغذاء الله يخلنا الله يسلمك وأنتم مشاهدين الشكر دائما نوصول لكم على متابعتكم الطيبة لأماسي برنامجكم من عمان شكرا لكل من يجعلنا جزء من مسائه من خلال هذه المتابعة نلقاكم غدا في حلقة نهاية الأسبوع حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة